إطار الجهود الدأوبة لتعزيز تنافسية ميناء العقبة إقليميا ودوليا ومكانة العقبة كمركز حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد وقعت بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اتفاقية للتطوير والإدارة المشتركة لميناء الحاويات ما بين شركة تطوير العقبة ومجموعة اي بي ام تيرمينالس العالمية وبإجمال استثمار مباشر يبلغ نحو 242 مليون دولار ومن شأن هذه الاتفاقية التي تأتي ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي الإسهام في تحديث البنية التحتية والمعدات المينائية بما يتماشى مع المعايير العالمية للنمو الأخضر إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات لتصل لأكثر من مليون وسبعمائة ألف وحدة مكافئة وقعنا اتفاقية لتطوير وتحويل ميناء الحاويات إلى ميناء أخضر صديق للبيئة والحد من الانبعات الكربونية وللوصول إلى الحد بنسبة 70% بعام 2030 و100% ب2040 طبعا فائدة هذه الاتفاقية هو تعزيز دور العقبة وميناء الحاويات العقبة كمركزا لوجستيا إقليميا مميزا وينافس عالميا ولنكون في مصاف الدول من أوائل الدول التي تحول موانئها إلى موانئ صديقة البيئة وبالتالي استقطاب العديد من الاستثمارات وبالتالي جذب عديد من الشركات الشاحنة العالمية لأن المستقبل يتغير بسرعة وهناك طلب كبير جدا على هذا الموضوع ويجب أن نميز ميناء العقبة تحت هذا الإطار بالإضافة لذلك من ضمن الاتفاقية سيكون هناك دعم من قبل مجموعة APM العالمية لإنشاء كلية ومعهد ميرسك لتدريب الشباب الأردني على اللوجستيات وعلى الشحن البحري وهذا العلم المهم جدا وتعد شركة APM تيرمينالز إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية الرائدة في قطاع الشحن البحري واللوجستيات الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الميزة التنافسية لميناء العقبة من خلال تعزيزه بخطوط شحن عالمية تسهل حركة التجارة بين الأردن وباقي موانئ العالم بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني إنه يوم مميز بالنسبة لنا فنحن نعمل على توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العقبة بالتعاون مع الحكومة الأردنية نحن نعمل هنا منذ العام 2006 ونحن سعداء للغاية لتمكننا من العمل وتوسيع هذه الشراكة حتى العام 2047 باعتقاد الآن هو أنسب وقت الاستثمار في الأردن وتنفيذ الأعمال في هذه البيئة الاستثمارية المشجعة لنا ونحن نستطيع قدما لتحديث الميناء وجعله صديقا للبيئة والعمل على إيجاد العديد من فرص العمل داخل الميناء أو في مرافق الدعم اللوجستي وتشكل اتفاقية التطوير والإدارة المشتركة لمشروع ميناء حاويات العقبة والتي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي دعما إضافيا لهذا المشروع الذي يعتبر من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والممتدة منذ عام 2006 حيث شهد ميناء حاويات العقبة خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء وأنشطة التطوير المستدام من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة بشار الجبور التلفزيون الأردني